الشعب الجزائري في فخمتك لوليها تانية واتمنى كل التوفيق لفخمتك والشعب الجزائري واسمح لي فخمتك الرئيس ان احنا وبنسبة الاحتفال بالذكرى السبعين بالثورة الجزائرية ايضا لنا اهني فخمتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا لمصر وللمصريين محل اعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من اجل التحرر وقدم اكتر من مليون شهيد فكل سنة والجزائر بخير ونتمنى لكم كل التوفيق اسمحوا لي اننا خلال مباحثاتي مع فخمت الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي اسمحوا لي ايضا اقولكم ان اللجنة المشتركة التأسعة ان شاء الله تنعاقد في القاهرة قريبا عشان تبزل يعني تضع موضعات اكثر للتعاون بين البلدين لان حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ اول زيارة الحية ومنذ اول اللقاء مع فخمت الرئيس كان واضح وقوي احنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة وسواء كانت الاستثمار او في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخمت الرئيس ومع اعضاء الوافدين المصري والجزائري واسمحولي اقول لكم ان الشركات المصرية الحقيقة يعني وانا هنا بسجل باحترام شديد وبتغدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر او بتقوم بمشروعات في الجزائر وهنا بقول ان احنا لدينا في مصر اكتر من خمس الاف شركة تستطيع ان تعمل في كافة المجالات في اي موضوعات او اي مشروعات خاصة بالبنية الاساسية بنتكلم على طاقة بنتكلم على محطات كهرباء بنتكلم على محطات مياه بنتكلم على انفاء بنتكلم على طرق كباري بنتكلم على مشروعات اسكان اي مشروعات احنا باننا عندنا دوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على انه هو يعني يعني لو يتبادل الخبرة مع اشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الامر يعني هو طبعا مرحب به لكن انا بسجله دوقتي قدامكم اثناء المؤتمر يعني وايضا فرص للاستثمار متبالس سواء كان الاستثمار في مشروعات استثمارية في الجزائر او برضو انه بفيه مستثمرين للعمل في مصر احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافة التسهيلات التي تحقق ذلك الحقيقة ايضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الاوضاع في المنطقة واديه المخاطر الشديدة اللي موجودة والتي بتتعرض لها المنطقة بدءا من الحرب في غزة وتطورات الاوضاع والحرب في لبنان ثم الاوضاع في ليبيا والسودان والتوافق تام على اهمية استعادة الاستقرار في المنطقة استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول او محاولة التأمر او محاولة اسكاء الفتن بين الدول وبعضها البعض فيما يخص غزة تحديدا لان هي موضوع فيه اجماع عربي عليه على ان اهمية ايقاف اطلاق النار وادخال المساعدات واطلاق صراحة الرهائن والاسرة الفلسطينيين ده امر احنا كلنا حرسين عليه منذ من اول اقتتال في 7 اكتوبر السنة اللي فاتت واحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الاطار عشان حتى حدم المعاناة اللي بتعرض لها شقائنا في القطاع ضخم جدا ونقدر نقول ان القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يخرج من اربع شهر دلوقتي وبالتالي احنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والاشقاء محاولة لايقاف اطلاق النار زي ما قلت ويتخل المساعدات مصر خلال الايام القليلة الماضية قامت بجهد في اطلاق مبادرة تهدف الى تحريك الموقف وايقاف اطلاق النار لمدة يومين يتم التبادل يعني اربع رهائن مع بعض الاسرة اللي موجودين في السجون الاسرالية ثم خلال عشر ايام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع ويبقى وصولا الى ايقاف كامل لإطلاق النار وادخال المساعدات اللي احنا بنقول ان اشقاءنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا واتصل الى حد المجاعة واهم مهم جدا ان احنا تدخل المساعدات في اصرح وقت ممكن بنأكد مرة تانية في مخص قطاع غزة ان احنا ضد اي محاولة لتهجير قصري من القطاع لخارج القطاع لان ده امر مش في صالح القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف اطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له وفيما يخص الازمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس ومع شقائنا في الجزارة على الاهمية عدم امتداد او من الصراع يمتد خارج المنطقة ومحاولة حصار الازمة اللي موجودة في لبنان وايقاف اطلاق النار والوصول الى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا بنشوفها دلوقتي فيما يخص الأوضاع في السودان نحن طبعا متوفقين على اهمية ايقاف اطلاق النار والوصول الى حكومة في السودان تؤدي الى انتخابات وتبقى الامور مستقرة واحنا لا نتدخل انا بتكلم وده فيه توافق بين مصر وبين الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهديئة الامور ما امكن نفس الموقف في ليبيا بنقول ان حكومة الليبية تبقى مسؤولة عن اجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية حيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من اجل واحدة ليبيا واستقرارها وده امر ثابت من سوابتنا ان احنا بنتكلم على واحدة الارض الليبية بنتكلم على ان الحل ليبي ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبي انا حبيت ان انا يعني اطمنكم على ان المباحثات اللي بينه بينه بين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوافدين كانت مباحثات ايجابية جدا والحقيقة بتفتح افاق للتعاون بين البلدين واحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من اجل مصالح الشعبين المصري والجزائري واسمح لقولك اهلا وسهلا بك مرة تانية والوافد المرافق ليك وكل سنة انتو طيبين وسعداء وجودك معنا في مصر وتحياتي 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 الشعب المصري لفخامتك وتفضل فخامة الرئيس شكرا فخامة الرئيس واخي العزيز اولا شكر باسمي وباسم الوافد المرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الاخوية اللي شعرنا بها منذ انوطأنا ارل كينانا وفيما يخص تهانيك للذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة بالطبع لا نستطيع ان نذكر الثورة الجزائرية بدون ان نذكر المساندة التي وجدناها انا ذاك في الشقيقة مصر ايام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية الوطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا لانعتاق بالاستعمار بصفة والاخرى شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني بالنسبة للي قانتانا عن ناجية المصر الشقيقة في زيارة اخوية اولا ودية وتنسيقية تشاورية مع اخي فخامة الرئيس ابن فتاح السيسي نعمق تشاورتنا في عدة نقاط لتهم الامة العربية بصفة عامة تهم المنطقة بالطبع وتهم العلاقات التنائية بين شقيقة مصر ربما ابدأ بالعلاقات بين الدولتين اعتقد انها على احسن ما يرام ما فيش فيه تفاهم تم فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي اول دولة بالنسبة للاستيراد الجزائر بمواد مصرية حيث وصلنا الى ما يقارب المليار دولار اللي يجي من مصر الشقيقة وانتمح فيه اكثر فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان طاقة فهو ماشي على كل حال نزيد وندعموه بالنسبة للتنقيب بالنسبة للتنقيب سواءنا على الغاز في مناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق اوفشار بحرية بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الانجاز كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشارع أخرى مقاولون العرب بالأخص الجزائر مفتوحة مرحبا مرحبا بالشركات أنا أعطيت إشارة الخضراء لسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقة في كل المناسبات حتى في الهندسة المعمارية حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا إذن نستفاد من تجربة بعضنا بعض أقول أن اليوم الاستثمار على الشقة مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي مقبول من طرفين ما فيش أمور خارج ويجعلهم في بلدهم ومرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيق يحب يستثمر في بلده الثاني الجزائر إذن علاقاتنا الثنائية نتمنى فقط أن في بداية سنة الماء المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد حلقات واستثمار وتبادل كل مستويات تبادل التقافي ماشي علاقاتنا مع مصر يعرفها الخاص والعامة إنها علاقات وطيدة إنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جداً في نضالنا المشترك منذ أكثر من سبعين سنة شاركنا مع بعض في الدفاع على مقاومات الأمة العربية و أغتنم هذه الفرصة أن تع الدكرة السبعين لاندلاع ثورة الثورة الجزائرية المجيدة لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهمة أنا ذاك في مساعدة على انطلاق الثورة بتاعنا بالنسبة ل نبدأ بغزة ربما لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيين إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية لما يجري في غزة قلوبنا مع الغزويين بالطبع يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة نتألم على المجاعة المختلقة التي خلقها المستعمر إسرائيلي في غزة ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفية مغلوقة، ندرة في الأكل يعني إبادة بكاملة الأركان الشعب نحيي بهذا المناسبة الشعب الفلسطيني على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه ولم يقبل أن يهجر من جديد إنما من أراضيه إن شاء الله، الفارج قريب مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة أخي فخمت الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزويين إلى غزة في انتظار حل نهائي والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير فلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقها وشقيقها مثل مصر أو إلا ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد شيء غرصي اليوم نحن شخصي نحن كدولة جزائرية وأعتقد أن تكلمنا مع أخي نفس نفس الشي اللي تشوفه مصر كذلك أن فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة أخيهم الكبير مصر مساعدة الجزائر كذلك عن قريب إن شاء الله الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة مصاري الحالين في الله فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير الحل الجدري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله بالنسبة للشي اللي يجري في الجوار أنا متعفق مع كل ما جاء به فخمت الرئيس الفتح السيسي إننا كنا نقشنا وتكلمنا في المواضع ربما نبدأ بالجار اللي نشاركه نحن ومصر في الحدود نتعوه ليبيا الشقيقة ليبيا الشقيقة الموقف تعنا لن يتغير أن الحل ما يكون إلا ليبي ليبي والحل جدري هو في الانتخابات الشرعية على الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من تصويت على الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا إلى إن شاء الله بالنسبة للسودان متأسف 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 كثير على ما يجري بين الأشقاء أمور هذه صعبة صعبة جدا لا في الدين تانى ولا في الأخلاق تانى أو مصر دولتين لن تتدخل أبدا في أشقاء إلا للصلح من غدي لا طرف ولا آخر لأن الفتنة صعبة الفتنة شد من القتل والناس اللي يدينا يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السود فيما يخص الأمور الأخرى التي تتعلق باستراتيجية من عامة من المنطقة وغير المنطقة نحن من أشغبية نحن عارفين بماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات منتع البعض ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه إن شاء الله تجري الرياح بلا تشتهي سفنهم إن شاء الله ربما باختصار شديد شكر مرة أخرى أخي فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي منخلاله للشعب المصري الكريم الشقيق الحفاوة ومتوعدين مع بعض على تنسيق دائم ونتشاور في كل ما يهم أمور وبالأخص فيما يخص الدولتين وشكر لكم مرة أخرى فخمت الرئيس شكرا واحد عمين شكرا باستراتي و شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا